مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في ثقافة سينما تدور عنوان مبادرة ثقافية تونسية لتقريب السينما من ساكنة المناطق النائية انطلقت في الثالث من هذا الشهر في مدينة جابس وهي عبارة عن قاعة سينما متنقلة توفر عرض الأفلام مع نشاطات ثقافية وفنية موازية ولمعرف التفاصيل أكثر عن سينما تدور يصرني أن أستضيف من تونس المتحدث باسم المبادرة معتز ثابتي أهلا وسهلا بك عسلام ومرحبا بك شكرا لك بداية معتز ثابتي عرفنا على مبادرة سينما تدور ومن أطلقها سينما تدور هي قاعة سينما متجولة متكونة من 100 مقعد بش تكون موجودة في الجمهورية التونسية بش تدور واختلاف المناطق في الجمهورية التونسية طيب من أطلق هذه المبادرة؟ المبادرة هذه هي ملك للاقور جربا وهو فضاء الثقافي موجود في منطقة جربا من الجنوب التونسي في جزيزة جربا بالتحديد وبالاشتراك مع جمعية فوكوس جيبس ما الذي جعلكم كفريق معتز ثابتي تطلقون هذه المبادرة؟ ما هي دوافعها؟ دوافع المبادرة هذه هي واضحة لأنه مع غياب قاعة سينما كنا نحكيه في تونس على 118 قاعة سينما حاليا نحكيه وكاننا على 15 قاعة سينما المتواجدة فقط في تونس العاصمة مع الجهات مع الغياب هذي القاعة سينما جيتنا الفكرة ومع تجربتنا احنا في قاعة سينما لقور جربا حاسينا مع تانشاء قاعة سينما ياخذ برشة وقت ويتكلف برشة حاسينا الموضوع بش ياخذ برشة وقت هذيك عليه جيتنا الفكرة بش أنه نسرعه أكثر في العمل لقنا هذه الفكرة موجودة في دول أوروبية هذيك علي جيتنا الفكرة حاولنا نجيبها لتونس وكانت هذه البداية ومن شأن هذه المبادرة أيضا تقريبا السينما والفن السابع من التونسيين أكثر خاصة في المناطق النائية وتساؤلي الآن ما هي أبرز الأفلام التي تعرضونها؟ الأفلام هي بش تكون أفلام متنوعة يعني أفلام تونسية بالتحديد يعني بش نحاول وأنه نعطيه قيمة للأفلام التونسية المتاحة حاليا والأفلام اللي نجمه خاصة نستدعاه فريق العمل المتاحة بش تكون فهمة نقاشات مع الأطفال كان عروض الأطفال والحاتة للكبار مع أنت بش تكون أفلام تونسية أفلام عالمية أفلام دي تكون متاحة يعني خرجت في أسبوع الأول لقاعات السينما حالو أنه نكون يعني أبديتت طيب كيف تم التنسيق من أجل التحصل على هذه الأفلام؟ هل وزارة الثقافة التونسية لها علاقة بالأمر؟ أم أنكم تواصلتم مع المخرجين بالتحديد وبرمجتم هذه العروض؟ الأفلام اللي موجودة يعني نجمه نحكيه مباشرة مع الموزعين اللي موجودين في تونس فما أفلام اللي هي بش تكون متاحة مجانيا للجمهور كان للكبار ولا الصغار اللي هي نخذوهم عادة من المركز الوطني السينما والصورة اللي هو راجع بالنظر لوزارة أشؤون الثقافية التونسية وحتى بالنسبة للأفلام التي لها تذاكر فإن السعر هذه التذاكر رمزي جدا معتز ثبتي طيب هذه المبادرة حسب ما طلعت عليها ستكون على مدار ثلاث سنوات خلال العام الأول هل ستتغير الأفلام أم تحافظون على هذه الأفلام؟ ما هي استراتيجية هذه المبادرة؟ باستراتيجية البرمجة متاع الأفلام بش تكون أفلام متنوعة يعني مثلاً احنا حالياً موجودين في جيبس فرد في نفس المكان اللي بش نواصلوا فيه لمدة ثلاثة أسابيع أخرين يعني الأفلام لازمها متنوعة وتتجدد وتتبدل حسب طلب الجمهور وحسب لأن الجمهور قاعد يتراود على قطعة السينما فما اللي عاود مرة ثانية فما اللي مرة ثالثة فما اللي أول مرة يعني الأفلام بش تكون متنوعة اللي بش نجموا الناس كل تتفرج على أفلام جديدة وبالنسبة للإستراتيجية ثلاثة سنوات أكيد يعني بش تكون أفلام جديدة جديدة لأنه تعرف صناعة الأفلام في تونس قاعدة في تطور يعني بش تكون فما أفلام تونسية جديدة حسب خروجها للقاعة السينما هناك إنتاج فعلاً معتز ثابتي يعني هذه المبادرة الآن هي متواجدة في قابس ما هي أبرز المحطات التي يمكن أن تنتقل لها السينما تدور؟ سينما تدور حالياً موجودة في قابس كانت البداية مع افتتاح مهرجان قابس سينما فان في دورة السادسة يعني طوى موجودين في قدام المعرض الدولي بقابس لكن مش تكون لنا زياراتي مختلف المعتمديات والمناطق اللي موجودين في قابس القرى الصغيرة وحتى الكبيرة شوية لأنه تعرفوا اللي منطقة قابس وولاية قابس فيها في عدد كبير جداً من السكان يعني نحاولوا أنه الناس الكل حتى نسبة منهم أن يتراهدوا على قاعة السينما لكن مش تكون عندنا زيارات أخرى في مناطق أخرى من البلاد التونسية ما هي هذه المناطق بالتحديد محتز؟ الزيارة الثانية اللي نجمه نعلن عليها اللي هي نفطة موجودة في ولاية توزر اللي هي معيدة قريبة شوية يعني اللي قاعده في الجنوب التونسي اللي بش نزورها هي نفطة مطقة الجاي جميل جداً طيب ماذا عن ردود فعل الجمهور وأيضا صنع الفن السابع في تونس كيف استقبلوا هذه المبادرة وكيف تفاعلوا معها؟ الحقيقة احنا زادت فجأنا معناتها بردود الفعل كان من رواد قاعة السينما خاصة الصغار اللي كانوا موجودين بكثيفة في العروض اللي هي متعلقة بالصغار كنت ببرمجة ثارية اللي عملناها احنا في قاعة السينما دور وحتى في إطار المهرجين كانت أفلام متنوعة طعنبي الطفل وقضايا المجتمع وخاصة قضايا الاستعمار في دول عديدة وخاصة القضية الفلسطينية قضية الأم اللي كانوا الأطفال موجودين في الأفلام الكل وكانت لقاعة يعني مائة بقعة مائة مقعد كانوا يكلهم موجودين صغار تفوع كبير كنت فهم بحلقات نقاش مع الأفلام كنت الأفلام مشفوعة بالنقاش فهذا معنده احنا فخر لنا اللي وصلنا عملنا الإنجاز هذية وكيف كيف مسألتني على المخرجين اللي كانوا موجودين في إطار المهرجين زي دا كانوا كانت رجل فعلهم كيف يجابيه على الآخر فرحوا على الآخر بالفكرة كيف ما تعرف اللي هي قاعة جديدة تنظف لقاعات السينما اللي هما قلائل نحكيو على 15 قاعة تنظف القاعة هذية للبلاد التونسية وخاصة اللي هي بش تكون الدور تونسي كل يعني كمخرجين ولا كموزعين ولا كمنجين للأفلام يتشجعوا أكثر يعرفوا اللي أفلامهم مش توصل لتونسي لتونسي كل وكيف الشرائح العمورية والطباقات الاجتماعية خاصة لذلك هذية ما خلينا كنا نكون فاخورين معتز ثبتي الممثل والمخرج تونسي ظافر العبدين هو عراب هذه المبادرة هنا أتساءل ما أهمية هذا الأمر بالنسبة لكم وأيضا ما نوعية الدعم الذي يقدمه ظافر للمبادرة بالنسبة للممثل قدير ظافر العبدين هو إضافة كبيرة لنا أحنا كالفريق هو صديق للفريق بالكل شيء كانت الاستجابة متاعه يعني مباشرة اللي هو معه فكرة المشروع هو متواجد معنا بش يكون موجود معنا في مختلف الجهات والمناطق اللي بش نزوروها كانت على رحابة صدر معناتها قبل دعوتنا لي حابينيه يكون موجود معنا باسمه هو ممثل قدير كيف ما تعرف ويضفلنا برشا معناتها حسب مسيرت وكل يعني بش يكون موجود كيف ما قلت معنا في تناقلاتنا في جولاتنا ضعف الكبار وصغار يحبوه هذا هو اللي يفيدنا وكي شخصية ضعفر معناتها هو محبوب عند الجمهور والكل وقبل طلب متاعنا وهذا ما ينجو كان يشرفنا بالنسبة لدعم متاعه كيف ما قلت لك هذا كهو بش يكون موجود معنا في مختلف الجولات متاعنا مرافق لهذه المبادرة طيب على الهامش معتز هناك نشطات ثقافية وفنية تقدمونها للأطفال وأيضا حتى يعني ينظمها مختصون في المجال الثقافي والسينمائي في تونس ما أهمية هذه المبادرات في تحريك المشهد الثقافي التونسي كيف ما لاعفوا اللي الوجود قاعد سينما الدور في الجهات هي إضافة للمناطق اللي بش نزوروها هذا كعليش حبينا بخلاف عروض الأفلام تكون أنشطة موازية لعروض الأفلام اللي بش تكون فيها ندوات فكرية وأنشطة للأطفال نقاشات لما بعد الأفلام يعني ورشات للأطفال وحتى للكبار بش تكون فهمة لأن وجود سينما الدور في هذه المناطق هو تشريكهم في الحياة الثقافية وتشريكهم في مختلف الورشات هدوما خدفتع كل المناطق اللي بش نزوروها معظمها تفتقر لفضاءات ثقافية وتفتقر أكيد لقاعات السينما كيفما مبارح قلت مبارح عملنا حاجة جديدة يعني على قاعات السينما اللي كانت فهمة عرض موسيقي يعني كان معنا الفنان جازو فنان من دونس وهو عرض مجموعة من الكليبات متاعه الموسيقية في طريقة جديدة في نمط جديد متاع أفلام وكان الجمهور حاضر بكثافة عملنا أربع عروض متتالية كانوا لكلهم مئة مقعد كاملة يعني نشاطات مختلفة من موسيقية فمنودي رسم النجمون عملوها يعني بتوازي مع عروض الأفلام فمنودي موسيقى كيفما هكا يعني بش تكون الوراشات مختلفة بتوازي مع عروض الأفلام في سينما دور وأكيد هذه المبادرة ستخلق متنفسا بالنسبة الكبار والصغار في تونس شكرا جزيلا لك معتز تابتي المتحدث باسم مبادرة سينما تدور مرحبا كما أشكركم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة إلى اللقاء